ويمكن كان ألقانين من إمبارح يعني أنا طابعة طابعة السوشيال ميديا وطابعة حضراتكم يمكن من إمبارح كانت الناس ألقانة وكانت دايماً بتتابع حتى المباريات على المستوى الأفريكي. ألو ديانج طبعاً إصابته في الديهة 60 خرج من المباراة مع منتخب القومي. لكن هو كمان ألو ديانج مباشرة بعدها على طول طم من جمالين النادي الأهلي. وقال الحمد لله أنا بخير ما فيش أي مشكلة. ويدا اللي عرفنا يا إن شاء الله ما فيش أي إصابات تقلق. يعني إن شاء الله محمد هاني زي ما نتكلم تلات أيام بالزبط من النهاردة وحيشارك في التدريبات الأساسية أي من أشرف سليم الحمد لله ما عندوش أي مشكلة. كمان اللعيبة الدولية اللي رجع مع المنتخب طبعاً بعد فوز لتوجه إن شاء الله حينضموا بكرة للتدريبات. مش هتكون تدريبات جماعية لكن هم كلهم سلام الحمد لله حيقضوا يومين تلاتة برضو يعني كوفرينج بيعملوا استشفى بشكل مناسب عشان إن شاء الله كل ده استعدادات طبعاً لمباراة أبو إير للأسمادة إن شاء الله يوم السبت اللي جاي يعني إن شاء الله الفريق من يوم الحد بإذن الله هيكون مكتمل الصفوف. النهاردة يعني طبعاً اتعرض أجيه لإصابة النهاردة الإصابة في التمرين لأجيه خضع لفحص طبي وزي ما أنتوا عارفين وخلينا نتكلم برضو باللغة الاحتراف شوية الإصابة عشان نطمنكم عليها لازم نتأكد وعلشان نتأكد لازم تمر يمكن يوم أو يومين على الإصابة حتى الجهاز الطبي ما بيحددش نوع الإصابة في وقتها إذا طبعاً لقد الله لو إصابة كبيرة فكمان الجهاز الطبي منتظر لغاية بكرة إن شاء الله نوع الإصابة إيه شكلها إيه لكن إن شاء الله بإذن الله تكون إصابة بسيطة وينضم للتدريبات الجامعية زي ما اتكلمنا إن الحمد لله كل الفرقة على اللي راجع من المنتخب بشكل جيد من المنتخب اللومبي بشكل جيد طبعاً كلنا نتمنى بإذن الله السلامة للجميع وطبعاً نخص فرقتنا أو لعبتنا النادي الأهلي طبعاً استعداداً لمباراة الكاز وكمان طبعاً المعترق الأفريقي الفاينال إن شاء الله أمام نادي الزمان بكرة كمان عايزين نقول حاجة مهمة جداً بكرة لعبتنا هيجروا المسحة مسحة كمان أخرى لفيروس كورونا علشان قبل مباراة أبو إير أبو إير إن شاء الله مواجهتنا معاه يوم السبت اللي جاي ففي مسحة لفيروس كورونا بإذن الله هتتم بكرة يمر عليها 48 ساعة ثم تتلعب المباراة